الجزائر كتواجه مشكل وكبير بزاف والقضية وصلت لأمم المتحدة وفيها اتهام بدعم جماعات إرهابية في غرب إفريقيا خدمة لأجندات فرنسية وفي الوقت للجزائر كتخسر القيمة ديالها على المستوى الإفريقي وتحديدا مع دول غرب إفريقيا المملكة المغربية كتكسبها الدول هدو وغدين تحتو على ما قام به سفير المملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي في خبر آخر إسبانيا إسبانيا اللي دعمات المملكة المغربية قضية سحراء المغربية ها هي كتجني التيمار وهذه المرة هذي جنات واحد تمارة كبيرة بزاف والعين ديال فرنسا كانت عليها وهي تمارات تي جيفي المملكة المغربية أخيرا نختمو الفيديو ديالنا في هذا الخبر هذا صفعة جديدة للجزائر تحديدا الوزير الخارجية الجزائري من بعد دعم دياله للمشروط البوليزاريو مع دول شمال أوروبا هذه الأخبار ديالنا اليوم إلا كنت تتمكن المواضيع بقى معنا للآخر بشتعرف التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا كرام زوار موقع المهاجر تمنوا تكونوا باخر والآخر في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال كما عودناكم دائما معكم سوفيا المرزوقي من قناتكم قناة المهاجر بآخر الأخبار وآخر المستجدات ومرحبا بالجامعة كما شتو في العناوين الجزائر أمام فضيحة كبيرة جدا هذا الموضوع هذا لطالما تحدثنا عليه في القناة ديالنا والحمد لله قاع الأمور اللي نقشناها ها هي كتبان أمام الأعين ديالنا صراحة الاتهام أولا باش نعرفوا مني جاي الاتهام جاي متجمع العالمي الأمازيغي اللي كيتهم جزائر بإنشاء وتمويل جماعات إرهابية بغرب إفريقيا خدمة لأجندات فرنسية خدمة لأجندات فرنسية الأمر وصل للأمم المتحدة أول شي قبل ما نشوفوه الخبر ونشرحوه كما يجيب أن تحدثوه على هذا الأمر هذا شنو كتدير فرنسا؟ فرنسا كتاكل شوك بفم الجزائر وكون كانت الجزائر عندها ولو يعني 0.05 من الاعتبار للقضية الفلسطينية اللي كتتحجج بها أهو إيمان والماكرو اليوم كان في إسرائيل كيدعم إسرائيل في حربها على غزة بدون شروط شنو دارت الجزائر؟ هنا قد نفهموا على أن اللعبة اللي لعباتها فرنسا قدرت تفوق فيها وقدرت استعمل الكابرانات ككاراكيز توصل بهم للأغراض ديلها سبقوا تحدثنا على الموضوع ديل فرنسا والمغرب فرنسا والمغرب وعودة السفيرة ديل المملكة المغربية في فرنسا أو تعيين سفيرة جديدة للمملكة المغربية في فرنسا قلت لكم الإخوان أن فرنسا كتخدم بكل دكاء طبيعة الحال الدكاء محدود لأنها كتخسر في نفس الوقت وخسرات في إفريقيا وعدة دول إفريقية هي فضحات كذلك الجزائر فضحات فرنسا وفضحات الجزائر فهنا يعني الدكاء ديل فرنسا اللي استعملاته هو أنها تستعمل كابرانات بلا ما توسخ السنوم عادي لفرنسا وهذا الاتهام هذا فيه دعم لأجوندات فرنسية لكنه واش تقدر تبتو على فرنسا إلا ما تقدر تبتو على فرنسا تقدر تبتو على الجزائر تقدر تبتو على الجزائر هذا هو الفرق فهنا فرنسا فاش بغا تتعادي لمملكة المغربية ما استعملتش فرنسا استعملت الجزائر فاش بغا تخلق مشاكل للمملكة المغربية على المستوى الأوروبي ما استعملتش الحزب الحاكم في فرنسا عمرها ما كتخرج فاس للمغرب ولا كتخرج فاس للأفريق بالعكس كتستعمل دائما أطراف ثالثة باش تحمي الصورة ديالها والسمعة ديالها على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي هنا كنشوفوا ان التجمع العالمي الأمازيغي كيتهم الجزائر بإنشاء وتمويل جماعات إرهابية في غرب أفريقيا هذا هو الموضوع اللي كنا كنت حتى تعليه سابقا وهذا شيء اللي قلت لكم لا مالي لا نيجر لا نيجيريا لا قاعد دول ديالغرب إفريقيا لا بوركينافاسو اللي عانات مع هاد الآفة ديالإرهاب خصنا نعرفوه منينجا هاد الإرهاب فرنسا مدة طويلة وهي قد تواجد في هاد المنطقة هادي بحجة يعني الانهاء هاد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل حفاظة على مصالحها ولا مصالح الدول ولا لا هلوما جرى من الأمور اللي كانت تحدث عليهم فرنسا واش نجحات فاتشي هذا لا ما نجحاتش بل الأوضاع ساءت أكثر فأكثر فهنا باش غدير ربطوا العلاقة ما بين هاد الخبر هذا وما بين فرنسا نشوفوا التفاصيل أولا اتهم التجمع العالمي الأمازيغي المخابرات العسكرية الجزائرية بالضلوع وراء إنشاء ما اعتبرها جماعات الإرهابية يطلق عليها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وذلك بتواطئ مع فرنسا بتواطئ مع فرنسا واش تقدر تبتها على فرنسا ما غا تقدر تبتها على فرنسا وأضاف التجمع العالمي في رسالة وجهها لعدد من المسؤولين دوليين والإقليميين ضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة أنه نتيجة لذلك فإن فرنسا والجزائر مسؤولان بشكل مباشر عن جميع جرائم القتل المرتكبة والتي لا تزال ترتكب في بلدان الساحل وأرجع التجمع مسؤولية تحول منطقة الساحل إلى برميل بارود وما تبعها من زعزعة لاستقرار مالي بوركينا فاسو والنيجر وسبق وخرجات مالي ولمحات لهذا الأمر هذا فقاش خرجت مالي ولمحات على أن فرنسا تدعم الإرهاب في منطقة الساحل وتحديدا في الدولة ديالها اللي هي مالي فقاش خرج الرئيس ديال مالي وتحدثت عليها مباشرة من بعد استهداف شاحنات مغربية بترقيم مغربي من طرف جماعات إرهابية شنو غاي وقع في ذيك اللحظة هديك شكو اللي استهدف هاد الشاحنات المغربية كان واحد من هاد المرتزقة ديال البوليزاريو واللي كان اعتبروهم جماعة إرهابية كذلك اللي كتنشط في ذيك المنطقة هديك كان كيقولوا أنها نشق من ميليشيات البوليزاريو ونضم التنظيم الدولة في منطقة الساحل هاد السيد هدا كان هو المرتكب ديال هاد الجريمة هدي مباشرة دخلات المخابرات المغربية على الخط ومع مالي عدتوش دارت فرنسا خرجات من بعد أسبوع قلت أنه القوات الفرنسية نجحت في تصفية هاد الإرهابي هدا اللي كان عضو جماعة البوليزاريو هنا شنو غادي يفهموا المغاربة غادي يفهموا أن فرنسا عند هيد كبيرة فاتش اللي وقع الساحل من بعد هاد شي هذا هتخرج مالي وغا تقول والرئيس ديال مالي غا يخرج وغا يقول عندي ما يفيد وعندي ما يتبيت على أن فرنسا كتدعم الإرهاب في المنطقة ديال الساحل شنو فرنسا اللي كانت تقول لك دابا خلصنا نحاربوا لجامعات الإسلامية وخلصنا نكفحوا يا متهمة والأمر ووصل للأم المتحدة لكن واش غا تقدر تتبت على فرنسا شي حاجة ما تقدرش تتبت على فرنسا شي حاجة علاش لأن فرنسا عارفة شنو كتدير وكتاكل الشوك بفم الكابرانات والكابرانات ما يقدرواش يديروا شي حاجة من غير أنهم يقبلوا بالأمر الواقع يقبلوا بالأمر الواقع ويرى التجمع أن الإنقلابات المتعددة التي شهدتها مالي وتلتها بوركي نفاسو وبعدها النيجر مؤخرا ترجع بالأساس إلى انعدام الأمن الناجم عن الجماعات الإرهابية الجهادية التي فشلت في استئصارها جيوش دول الساحل هذه دعم جزائري وكشف التجمع أن المخابرات العسكرية الجزائرية قامت بتمويل وتقديم المشورة وتوفير معلومات عبر الأقمار الصناعية المرتزقة الجهاديين في منطقة الساحل كما هو الشأن بالنسبة لإيداء غالي زعيم أنصار الدين والذي وفرت له ولا تزال ملجأ على أراضيها وقال المصدر ذاته إن الجزائر تزوي التنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي اتخذ اسما جديدا وهو مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين بمرشحين يتم تجنيدهم خاصة من بين السحراويين المحتجزين في مخيماتين دوف ومن تماك خرج أكبر إرهابي في منطقة الساحل واللي خرجات من بعد بين قاوصهين فرنسا كتقول أنها صفاته ولكن ليس صفاته صفاته حيث بين عندهم علومات وخافت أن المخابرات المغربية يتحفيدها هذا الإرهابي هذا واللي ما كان ستبعتش أنه هو اللي قام بالعملية ديال تصفية مغاربة سائقي شاحنات في المنطقة ديال مالي واستغرب المصدر من رؤية الجزائر تعرض نفسها كواسيط في أزمة نيجر وذلك في أعقاب الإنقلاب ضد رئيسها المعتقل محمد بازوم التي قُبلت بالرفض معتبرا أنها تتسبب في إشعال نيران وفي الوقت نفسه تقدم نفسها كرجل إطفاء ومنقدون يسعون للمساعدة في إخماد الحارق هنا بانت الحقيقة ديالجزائر أمام دول الساحل فطبيعة الحال الأمر ماشي غير واضح كتر من واضح وضوح الشمس وضوح الشمس في يوم جميل جدا بانت الحقيقة ديالجزائر حالياً ما عرفناش هاد المنتظر الدولي اللي كل مرة كيقولك خصنا نحاربو هاد الجماعات خصنا الأمن والسلام ها هي القضية على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة هواش غيكون شي تحرك ولا ما غيكون شي تحرك كنعود نأكد لكم فرنسا غسل يدهم زيان وعرف راسها شنو ديرا وعرف راسها تطلق الكابرانات كي يلعبوه في المنطقة وكي يسخوف نفسهم يعني لك أنت حاجة غادي تكون مدانة في هالجزائر وليست فرنسا لأن فرنسا كنعود نأكد لكم ما كتخليش لترسم وراها ونهار شكت غير واحد صفر فصلاة صفر خمسة في ذاك الإرهابي اللي تمت تصفية دياله هانتوا ما كتشوفوا جات وقالت لك يعني أسبوع من ورا العملية ديال استهداف شاحينات مغربية خرجت فرنسا وقالت لك أنها تخلصت من أكبر إرهابي مبحوث عنه شوفوا على صدفة كيفاش دايرة شحالو هي في ذاك المنطقة ديال المالي شحالو هي كتكافح الإرهاب ما غديرها حتى غادي تدخل مخابرات المغربية على الخط مع مالي لكن مالي شد فرنسا من الدهال اللي كتحرقها ومن السبع تبوركي نفسه كذلك والنيجر كذلك وإلا فرنسا ما كانتش غادي تخرج بسهولة من هات الدول هذي لمن مالي لمن بوركي نفسه لمن نيجر غير مؤخرا فرنسا كتكتقول يستحيل أنها تسمح في اليورانيوم ديال النيجر وتخرج بهات السهولة هذي وتسحب القوات ديالها تكنف تفاجأوا بين عشياتين واضحاها كالقاو فرنسا كتسحب الجنود ديالها الخروج ديال فرنسا من منطقة ساحل يعني مالي بوركي نفسه النيجر شدين عليها ما يفيد هذا هو اللي غادي تترها أنها تسحب القوات ديالها من هاد الدول الافريقية واندوزوا للخبر الموالي وهنا صراحة هذي مقاوش قريبا في نفس الموضوع فالوقت اللي الجزائر كتخسر القيمة ديالها للمستوى الافريقي دول الغرب الافريقية بطبيعة الحال مملكة المغربية كتكسب نيقات مهمة جدا نيقات مهمة جدا وسبقوا تحدثنا على هذا الموضوع هذا لمع النيجر لمع مالي لمع بوركي نفسه بوركي نفسه جدد دعم ديالها للمغربية السحراء كذلك مالي كذلك النيجر غادي أفلفس طريق ديال دعم المملكة المغربية وكتعتمد يعني الخطوط الملكية لفك العزلة الروية الإير ماروك كتستعملها يعني كتعويض الإير فرنس اللي نادي نفهمه على أن المغرب فعلا كيشتغل مع هالدول هذي واللحظة اللي خرجت فيها مالي قالت بأنها عندها ما يفيد على فرنسا ما استبعتش أن المخابرات المغربية باخلة على الخط وكما هالدول هذو بتلاتة عندهم ما يفيد على فرنسا ما استبعتش كذلك على أن المغرب عندهم ما يفيد على فرنسا وإلا كالمغرب استطع يقبط على فرنسا يعني بعض الإختلالات كونوا على يقين أن فرنسا هتخضع في أي أمر بقى تغير الجزائر شنو غادي تدير الجزائر اللي حاليا ها هو كتدف على القضية الفلسطينية ها هو إيمانويل ماكرون مشا يدعم فوسط إسرائيل ولمان يحرق ساكن غيش موظهرة هكا حدا شي سيفارة ديال فرنسا تلف في الجزائر ولا شي حاجة والو ما كنت شي حاجة سكات سكات علاش إنما عندهم مش القدرة باش يخرجوا حتى يعلقوا حتى يعلقوا في حين المغرب مطبع المغرب دار المغرب دار المغرب دار المغرب دار المغرب دار ولكن مع فرنسا الامر يختلف فرنسا خصنا نسكتوه ونسدوه في منامزي فالجواب والرد المغربي على هاد التصرفات الجزائرية تجاه المملكة المغربية ما شي بالهطرة لا بالعمل وها النتيجة النتيجة هو هاد الامر اللي غن تحتعليه هذا المغرب يدعم جهود السلام والأمن والتنمية فالقابون والنيجر الأمر اللي متهمة فيه الجزائر المغرب كي يقوم بالعكس دياله يعني دعم الإرهاب من طرف الجزائر المغرب كي يدعم جهود السلام والأمن والتنمية فالقابون والنيجر دعم محمد عرشي الممتل دائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الافريقي إلى تقديم دعم لجهود السلام والأمان والتنمية في كل من الغابون والنيجر خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي واعتبر المسؤول المغربي أن هذا الاجتماع سيسهم في إكمال مصار الانتقال في هذين البلدين مشينا إلى أن الأوضاع في الغابون تظهر استقرارا نسبيا وفقا للتقارير المتاحة وأضاف ذات المتحدث أن إنشاء مؤسسات انتقالية في البلد يجري بشكل أفضل مضيفا أن المملكة المغربية أكدت متابعتها الوضع في هذا البلد الإفريقي الشقيق كما أكدت على أهمية ضمان استقرار الغابون من جهة أخرى أكد الممتل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي أن المغرب ومنذ تأزم الوضع بالنيجر يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق معبرا عن ثقة المملكة في الشعب النيجيري وقواه الحية للحفاظ على كل المكاسب السياسية التي حققها النيجر خصوصا وأن استقرار الوضع بالنيجر سينعكس إجابا على المنطقة برمتها في الوقت اللي الجزائر كتخسر الدول الإفريقية كتخسر المكانة ديالها اتهامات يعني على طاولة الأمم المتحدة بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة الساحل المملكة المغربية تطالب أو تدعو بالأمن والسلام والإزدهار لمنطقة الساحل وارب إفريقيا وتحديدا للغابون واللي كانت دعم المملكة المغربية واللي تحددنا لها سابقا كذلك أرغم سقوط الحكم ديال علي بونغو اللي كانوا يسميوه بصديق المغرب ها هو جا صديق خور ديال المغرب وما زال أصدقاء المغرب كتار في إفريقيا غذيتعياوا جريوا 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 وغتبقوا متوما في فرنسا اللور يقالتها فرنسا قالتك المغرب هرب على الجزائر وعلى تونس خصنا نحبسه واعتي شوية الوراء فغذيتبقوا في بلاستكم والمغرب غذيت يزيد للأمام هاد طريقة ديال التعامل ديال المملكة المغربية مع الأمور هي اللي خلات المملكة تأخذ القيمة ديالها على المستوى الإفريقي كما يجيب كما يجيب وندوزوا لخبر الموالي وهدي مبين الأمور اللي نقدر نقول لكم أنه اتمار ديال عودة العلاقات ما بين المغرب وإسبانيا واللي إسبانيا را كتجني فيها حاليا كما المغرب كذلك يجني منها ربط قاري عدة أمور اللي هي جاية في المستقبل بطبقية الحال جاية في المستقبل وغذيت نلاحظوها وغذيت نشوفوها إن شاء الله بإذن الله كتتحقق أمام الأعين ديالنا منذ اللحظة اللي بدات العلاقات كترجع ما بين المغرب وإسبانيا كالي شك فيها كالي قال را إسبانيا كتبيع لعجل المغرب ورا غذيت ترجع في الهدرات ديالها كنا دائما مصرون على أمر واحد وما كنش اللي غاية يعرف مزيان إسبانيا والمغرب قد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا ما كنش اللي غاية يعرف العلاقات الإسبانيا والمغربية كيفاش غادية قد هاد الناس هادو في تلك اللحظة هدي قلنا لكم ما تزوش الهم لهذا الأمر هذا وما تزوش الهم للانتخابات في إسبانيا وما تزوش الهم شكور غاية يحكمها إسبانيا الأمر فوق رئاسة الحكومة والأمر فوق كل هاد الشبوهاش هدي بل إسبانيا عارفة مصلح هذه هنا فين كينا كينا مع المملكة المغربية على أخرجي يخلص حيث فيروكس يقول ما بين الأمور التي تطلق لها فرنسا وهو تاجويُ المغرب المغرب يقتني قطارات إسبانية استعدادا لكأس العالم 2030 قالت هودا بن غازي مديرة المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني أن المغرب يراهن على إسبانيا لتطوير شبكة النقل السكاكي فائق السرعة الأمر الذي كانت تطمح عليه فرنسا ها هو المغرب يراهن على إسبانيا لتطوير شبكة النقل السكاكي فائق السرعة بن غازي وحسب موقع الإيكونوميست الإسباني ذكرات خلال مؤتمر الوطني السادس والعشرين للشركات العائلية الذي يعقد في بيرباو أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين البلدين قبل كأس العالم 2030 وكشفت بن غازي أن المغرب سيحصل على قطارات من إسبانيا وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم مؤكدة أن الأمر يتعلق بمناقصة مع الإسبان وليس مع اليابانيين إسبانيا والمغرب كان قد وقع مذكريتي تفاهم في فبراير الماضي لتحديد سبل تعاون في مجال النقل والبنية التحتية مع التركيز على تطوير السكاك الحديدية وتنص مذكرة التفاهم والتعاون في مجال تطوير البنية التحتية للسكاك الحديدية 200 كم من الخطوط فائقة السرعة ومن بين هذه المشاريع المتروحة على الطاولة بين المغرب والإسبان هناك حديث عن إنشاء نفق تحت الماء بين إسبانيا والمغرب يربط بين الضر بيضاء ومدريد قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2030 فها هي إسبانيا قد تسرق الحلم الفرنسي إسبانيا قد تسرق الحلم الفرنسي وتسحق تسرق الحلم الفرنسي علش؟ لأنها تعاملت بكل احترافية مع المملاكة المغربية مما خدمتش الخدمات ديالفرنسا أنتع أنني نطلع نطلع للناس من الأعلى لا هبطات وقلسات على الطاولة وناقشات مع المملاكة المغربية وكما قلنا سابقاً نحن نعيش في واحد الضرفية اللي ما كيت على حد على حد كل شيء غادي ولي بحل بحل غادي تولي المنطقة كاملة بحل بحل وهذاك الربط القاري اللي كانت كتحرق له فرنسا إسبانيا اللي غا تشتغل فيه مع المملاكة المغربية وغادي تقتنى قطارات مغربية إسبانية تجفي يعني قطارات سريعة لهذا الغرض هذا وكذلك هناك مشروع كبير بزاف اللي كينتظر المملاكة المغربية هو الربط السيكاكي مع الأقاليم الجنوبية دي المملاكة المغربية فاللي ما كيعترفش بالصحراء المغربية ما غاديش يجي لهذا المشاريع يستمر فيها بما أنكم ما كتعترفوش بالصحراء المغربية فاعطيه بالتساع للمغرب هذا هو الأمر اللي غادي نقولوه لا أقل ولا أكتر والميزانية يا راها واضحة ميزانية كبيرة 35 مليار أورو إلى غاية 2040 قطار من يد فرنسا ندوزون الخبر الأخير متابعين الكرام هنا باش نختمو الفيديو دينا في الحال كم ما عرفتو اللعب اللي واللات كتشكلوا البوليزاريو ميليشيات البوليزاريو على الجزائر واللات غاية دي وكتعترف فيهم ما بقاتش عارفة كيفاش تتعامل مع الوضع الوضع الدكي خرج على السيطرة فهذه المرة هذي قطروحة البوليزاريو كتحرج الجزائر وتحديدا وزير الخارجي الجزائري أحمد عطاف أمام بلدان شمال أوروبا ايه أمام بلدان شمال أوروبا كم ما عرف الجميع الجزائر ما يمكنش يكون عندها شي حدث كيف ما بغى يكون وما تدخلش أطروحة البوليزاريو الله يجعلنا ما نكونو كان نهضروه على أي شيء في العالم ضروري تدخل أول حاجة تبدأ الافتتاحية ديالها بميليشيات البوليزاريو لكن واش قاعد الدول كتحتاضن هاد الأطروحة البائتة لا قادي نقول لكم ماشي قاعد دول كتحتاضن هاد الأطروحة البائتة وقدر نقول لكم أن الجزائر بوحد هاللي واللات كتحتاضن الأطروحة البائتة علاش لأن الدول ديال العالم ما كتعترفش وحد كيان لما معترفش به الأمم المتحدة ومع مرها غتعترف بوحد كيان لما معترفش به الأمم المتحدة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائري في شلف إقحام النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في اجتماع وزاري حتى ضناتو الجزائر وحاول المسؤول في النظام الجزائري استغلال منبر الدورة العشرين لاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا المنع قيدة بالعاصمة الجزائرية لتمرير خطاب عذائي مفعم بالحقد تجاه المغرب وحشر أطروحة البوليزاريو في كلمة افتتاح هذا الموعد رغم إدراكه أن المشاركين الأوروبيين لا يتبنون ما تروج له الجزائر خاصة أنهم رفضوا حضور جمهورية الوهم كانت مصر على حضور جمهورية الوهم لكن الأوروبيين رفضوا يكون كيان وكنتظن أنهم تعلموا من روسيا اللي كترفض تواجد ديل هذا الكيان الوهمي تهو ما رفضوا ورغم عن ذلك ضروري إقحام الكلمة ديل ميليشيات البوليزاريو وهنا قدرنا نقول لكم أن الجزائر هي المتحدث الرسمي باسم البوليزاريو وقد أخفقت الخارجية الجزائرية عقب ذلك في استدراج شركاء الدورة في مجموعة شمال أوروبا لتبني موقف يتماهى مع الطرح الانفصالي البائد ليضاف ذلك إلى فشل الدريع الذي ميز الدورة بحضور إفريقي محدود لم يتجاوز عشرين دولة من أصل 54 في الاتحاد القاري يعني تشي واحد في إفريقيا مبقى كيتيق في الجزائر من 54 يالله عشرين دولة اللي حضرات كان نهضروا على 34 دولة اللي تغيبات على هاد الضورة في الجزائر واش كينشي في ضيحة كتر من هادي كتعيشها الجزائر ما كينشي في ضيحة كتر من هادي دول إفريقية ولو كيتنص لهم شي حاجة سمية الجزائر غرب إفريقيا حطات الجزائر كي نقولوا إحنا بالداريجة دينا بالمثال الداريجة دينا سطل بلا تقرقيم وهاد الضورة هادي الدول الإفريقية رفضوا أصلا يكونوا حاضرين فيها كانت كتطمح جي بالبوليزاريو باشتردها واحد وعشرين لكن الدول ديال شمال أوروبا كانت كلا ما كانشي بلاسة انتع شي كايان ما معترفش به ما معترفاش به الأمم المتحدة فزيادة على دعم الإرهاب ها هي الدول الإفريقية والتي تتخلى على الجزائر في جميع يعني الظروف بدات القيمة ديال الجزائر كتطيح للحضيد على المستوى الإفريقي وكنعاود نأكد العمل جمال عمل جمال عمل المغريب عنده فرصة مهمة جدا أنه يعزز تواجد دياله للمستوى الإفريقي قرى الإفريقية هي المستقبل ديال العالم الفيروس الفرنسي كيحيد من القرى الإفريقية فالمجال كيتفتح أكتر فأكتر للمملكة المغربية ونتمنى والنصر من الله سبحانه وتعالى على هذه الأعداء ديال الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية هذه الأخبار ديالنا اليوم متابعنا كرام تمنى تكون قدركم وانتما بيخلوا على خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كنشكركم على الحضور ديالكم دائم معنا على الدعم ديالكم للمشروط تشوفكم إن شاء الله في فيديو وخور وموضوع وخور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم